مرحبا بكم مشاهدين الكرام في فيديو جديد مشروع مغربي لانتزاع نهائي كأس العالم 2030 من اسبانيا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله رغم فوز الملف المشترك بين المغرب والاسبانيا والبرتغال بتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم فان الدول الثلاثة عامة والمغرب واسبانيا خاصة ستتنافس على استضافة نهائي المونديال الذي يعد الحدث الاهم والاكثر اربحا ماديا ومعنويا فيلبط ولت الاضخم في لعلم بدأ الحديث عن الملاعب المرشحة لاستضافة المباريات في البلدان الثلاثة بالاضافة الى اوروغوي والارجنتين وبارغوي التي تحتضن اول ثلاث مواجهات ومن المقرر ان تقام مباراة افتتاح مونديال 2030 على ملعب سمتيناريوب اوروغوي الذي سيشهد احتفالية مئوية كأس العالم وتقام المباراتان الثانية والثالثة في الارجنتين وبارغوي على التوالي ثم تستكمل باقي مباريات البطولة في اسبنيا والبرتغال والمغرب ولم يحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ملاعب المباريات حتى الان ولا كيف سيتم توزيع المباريات لان البطولة ستقام بعد سبع سنوات لكنه اشترط توفر 14 ملعبا مطابقا للمواصفات القياسية لاقامة مباريات كأس العالم في الدولة للثالث وبالطبع سيكون ملعب سنتياغو برنابيو معقل ريال مدريد الاسباني وملعب كامبنو معقل مواطنه برشلونة بقدرة استيعابية 89 ألف متفرج هما المرشحان الأقوى لاستضافة أحدهم المبارات النهائية لموناديال 2030 خاصة وأنهما من أحدث وأفضل لملاعب علامست ولا علام حولية لكن المغرب لديه مشروعه الخاص لمحاولة انتزاع استضافة نهائي لكأس العالم من إسبانيا ويوجد في الدار البيضاء مشروع كبير أطلقته المملكة لبناء ملعب ضخم بسعة 93 ألف مشجع سيكون أحدث وأكبر من ملعبي إسبانيا الكبيرين ويتوافق مع لوائح الفيف الخاصة بكأس العالم 2030 ومشروع ملعب الدار البيضاء في مراحله الأولية لكنه سيتسارع بالتأكيد الآن بعد فوز المغرب بشرف تنظيم مشترك للمنديال مع إسبانيا والبرتغال وإذا أخذنا في الاعتبار أن قارة إفريقيا لم تشهد سوى نهائي واحد لكأس العالم وكان ذلك في مونديال جنوب إفريقيا عام 2010 في حين استضافت إسبانيا وحدها مونديال 1982 وشهدت نهائي البطولة فإنه من الممكن أن يكون ذلك عاملا حاسما بلا النسبة للافيفا الذي يقدر مثل هذه الاعتبارات وذكر التقارير مغربية أن ملعب الدار البيضاء الكبير سيقام بجماعة المنصورية الساحلية في إقليم بن سليمان على بعد نحو 40 كم شمال العاصمة الدار البيضاء و50 كم جنوب العاصمة الرباط إذا أعجبكم محتوى هذا الفيديو لا تدخلوا علينا بإعجاباتكم وتعليقاتكم المشجعة ولا تنسوا متابعة قناتنا لمزيد من الأخبار الرياضية يمكنكم في أي وقت اقتراح مواضيع ترغبون مشاهدتها على القناة شكرا لكم وإلى فيديو قادم إن شاء الله